الأحزاب التي جاءت لحكم العراق تحت مظلة دعاية الديمقراطية للاحتلال الأمريكي فاجأت العراقيين المصدومين بحالة الاحتلال بنظام محاصصة طائفية لم يقم على إحصاء سكاني ولم يراعي أدنى معايير التوزع السكاني في المحافظات ومع ذلك أسس لمحاصصة طائفية وزعت المناصب والثروات وفقا لنسب لا تمت إلى الواقع بصلة مع أنه من المفترض لمن يريد تأسيس نظام محاصصة أن يبدأ أولا بإجراء إحصاء سكاني أو بالأحرى طائفي على اعتبار رؤيته السياسية في ذلك الوقت لم يبدأ بعد منهج التهجير والتغيير الديمقرافي فخشي النظام الجديد كما يرى مراقبون من أن تصدمه النسبة السكانية وما إن مضت سنوات من عمر العملية السياسية حتى بدأ الحديث يدور في الأروقة الحكومية حول ضرورة إجراء تعداد سكاني وفي كل مرة يؤجل أو بالأحرى يماطل به حتى يتسنى للأحزاب الطائفية وميليشياتها فيما بعد تهجير أكبر قدر من العراقيين وتغيير التركيبة السكانية وخصوصا في المناطق المهمة مثل حزام بغداد وديالة وصلاح الدين والموصل كذلك وزارة التخطيط الحالية يبدو أنها عازمة على إجراء التعداد السكاني في شهر تشرين الثاني القادم ولذلك طلبت تخصيص ثلاثمائة مليار دينار لإتمام هذه العملية لكن ماذا عن نحو مليون مخفي قسريا ومئات آلاف النازحين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية فضلا عن المهجرين في الداخل والخارج كيف سيشملون بالتعداد السكاني أم أن استبعادهم يتوافق مع التغيير الديمغرافي المخطط له منذ عام 2003 وفي خضم الحديث عن التعداد السكاني يبرز ملف محافظة التأميم ليفتح بابا جديدا من صراع قد يصل إلى مرحلة صدام مسلح يدفع العراقيون ثمنه التعداد السكاني في ظل هذه الظروف يعد تتويجا لخطة العبث الإيراني في العراق كما يرى مراقبون